هل خطيبك لما شاف البيت الجدع الأمراية دي اللي بتشتغل شغل الرجالة بيشتغلوه؟ وفي السوق من وهي صغيرة وراجل من وهي عندها 12 سنة؟ ما اعتردش مثلاً قالكيش لا أنا خليك خليكي بقى أنا عايز ست بيت بقى تقعد جنبي كده في البيت أو مثلاً أهله مثلاً حماتك حماكي قالوا لك لا تعالي بقى كده أما تتجوزي ابننا إحنا عايزين ست بيت كده تخليف لنا العيالي الحلوين وتقعد بقى تربيهم وخلاص بالعكس خالص أنا أصلاً يعني هتكلم على حماية الأول لأن ده سابورت لي جداً يا شمعنا حماكي بقى حماية ده حبيبي جداً يا حبيبي سيد أحمد الفطير يعني بشكره هو مدير البنك الأهلي شخص سابورت لي بطريقة ما تخيرهاش زي بابا بالضبط يعني وبرده خطيبي خارج أكد بابا حرية فبرد سابورت لي وفاهم المجال اللي أنا فيه كويس جداً ممكن أحييهم طباً ممكن أحيي الرجالة العظيمة اللي في حياة دنيا مجاهد والدها طبعاً التحية الكبيرة والأولى حماها اللي هو بمثابة أبوها الثاني والكلام الطيب اللي قالته وعنه وكمان خطبها العظيم اللي بيدعمها وكل سيدة الحياة مصرية محتاجة المحيط الرجالي اللي حواليها يبقى بيزق كده وبيدفع ويعني علشان تتقلقي لأن السيدة المصرية دي عظمة على عظمة طبعاً أجينا شايفينه قدامنا مفيش مرات كده بتقولي أنا إيه اللي خلاني تلعت معافرة كده في الحياة ما كنت كده تلعت منوتة حلوة أعضوا قدام المراية أسبسب في شعري وأعمل مانيكير ومديكير وشريا دماغي وأشرب نسكافيه ومليش دعاً ممكن زي ما قلت لحدك أن في الأول يعني أنا تربيت على الشغل من وعنا صغيرة ابتدائي إعدادي صنايع أنا تربيت على الشغل أن أنا أنزل أشتغل ما قدرش أنا دلوقتي ما قدرش أقعد في البيت يعني بقول لحدك أنا أنا بتنقل ما بين محافظتين ثلاث يام هنا ثلاث يام هنا جيت النهاردة الكاهرة ما عنديش مشكلة لو بكرة راح محافظة تانية عندي شغل أو عندي دراسة أو راح أخذ كورس في مكان ما عنديش مشكلة في التنقل يعني بتحرك كتير علشان أنا عاوز أوصل لهدف معين إيه هو بقى يعني إن شاء الله ربنا يكرمي يا رب بعد ما خلص كل الكلام ده برضو استيل أن أنا أدرس العلم اللي تعلمته في الجامعات للطلبة زي منا وأكتر كمان إن شاء الله وكمان يبقى عندي مشروع أن أنا أفتح زي مصنع إن شاء الله لي علاقة بالAI يعني مثلا بالذكاء الاصطناعي وهكذا إن أنا برضو أشغل الناس اللي هم تخصص الميكترونيكس لأن إحنا هنا في مصر بنشتغل مهندس ميكانيكا مهندس كهرباء مهندس برمجة مهندس مدني مهندس عموارة لكن ميكترونيكس المجموعة المجال شوية محدود بالضبط دالي شغل لوحده فأنا عاوز أجمع الناس دي إن هم يشتغلوا في مصنع شغال بالAI فدي إن شاء الله إحنا دخلين على حياة عظيمة بوجود الست المصرية العظيمة فيها دايما والمرحلة جاء وسيد الرئيس بيراهن على حياة الست المصرية ويعني كسب الرهان في أمثالك إنك بس مش بس بتتعلمي لأ إنت كمان عايزة تعلمي مش بس بتعلمي إنتي كمان عايزة تفتحي أبواب خير وأبواب رزق وأبواب شغل وعايزة تبقي مصنع إن شاء الله صغير ويكبر ويبقى من أهم المصنعين في بلدنا لأ يعني إنتي تشرفي مش سيجد والله وإن شاء الله أنا واسق أن إنتي هتحققي لإنتي عايزة أبقى عندك المصنع بتاعي بتشغالي فيه عدد كبير من الطلبة اللي إنتي علمت له بل أنا بحلم به إن شاء الله وتنقي بقى طبعا حتنقي الشطار طبعا لأ حتى لو يعني من ضمن المصنع يعني يبقى فيه زي مركز تدريب برضو جواه المصنع إن أنا درب الناس اللي يعني محلفهمش الحظ إنهم ما يتعلموا بطريقة كويسة أخذهم أنا برضو علموا في ركز تدريب اللي بيكون في المصنع وبرضو يتنقلوا زيهم زي الناس اللي بتشتغل عادي